أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في درس الأمس عن الاعتكاف أنه يكون في مسجد تقام فيه الجماعة وهناك من يخصص الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط وأنه ليس بعامٍ في المساجد كلها استدلالًا بحديث لاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهل هذا القول صحيح؟ لا هذا قولٌ شاهد جمهورة للعلم على أن الاعتكاف في جميع مساجد الأرض بشرط أن تكون تصلى فيه الجماعة ليست مهجورة والله جل وعلا يقول وأنتم عاكفون في المساجد ما قال في المساجد الثلاثة؟ قال وأنتم عاكفون في المساجد هذا عموم وإنما لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا ما هو بالحصر وإنما هو لبيان الأفضل يعني الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة ما هو بالحصر؟ نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر